كنور الشريف أضافولك من كبار الفنانين والمخرجين اللي أثروا في شريط الزكريات اللي أثروا في شخصية مونة عبدالغاني بمؤسسة يعني قلنا في الوغنى عمر الشريعي حميد الشعاري طبعا في مرحلة تانية ياسر عبدالرحمن أزلنا هنتكلم عليها لسه مظبوط ياسر في فيلم الباشا في فيلم الباشا لكن في التمثيل مين اللي أثر؟ مين اللي كان ليه دور؟ حيه طبعا ياسر عبدالرحمن عمل غاني في فيلم الباشا الحد النهاردة فعل الناس بكلمني عليها يعني عايشة وموجودة يعني وكلمات الراحل رد أمين طبعا كانت رائعة طبعا بالذكر شيء بشيء يذكر يعني طبعا ده أكيد كنت هقولك أهم محطة كمان إن أستاذ أحمد زاكي أنا تعاملت مع فنان عظيم زي أحمد زاكي إيه الاستفادتي من أحمد زاكي؟ كتير يعني على المستوى الفني وأنا بشتغل يقولي خالي بالك أنت بعدتي عن ثورة كده يعني ارجعي للطريقة اللي هتكلمي دي غير مونة غير مدرسة غير مهندسة غير محامية يعني امسكي الخط بتاع الشخصية يرجعني لما جالك فيلم الباشا مونة يعني ما استغربتيش باعتليك الدور ده إزاي؟ ما قلقتيش من الدور؟ لا استغربت وما أنا اعتذرت اعتذرت مرتين يعني يجي والسيناريو يروح ويجي ويتعدل وكنت بطلب تغييرات كتير يعني أنا يمكن عايز أفكر يا سيدة المشاهدين يمكن فيلم الباشا من أهم الأفلام اللي قدمها أحمد زاكي الفنان الكبير وإخراج المخرج الكبير طرق أريان شخصية بتاعت سارة دي شخصية بنت بتغني في مالها ليلي وعلى علاقة غير شرعية مع واحد رجل بينفق عليها اللي كان غريب في الفيلم اللي كان غريب في الفيلم إن ما شفناش مونة عبدالغاني حد لمس إيديها يعني شوف الدور بحكيه إزاي دور يعني الدور ده يعني ممكن نتعامل فيه شغل يعني شغل دراما بقى وشغل وعلاقة ما فيش لام لا لبس خارج ولا مشهد خارج ولا قبلة ولا لمسة إيد حتى هي البنت اللي هي بنيت عمل كده إزاي هي بنت في جو غلط وهي ما حدش قالها على الغلط هي فاهمة إنها مجرد ما تصاحب واحد حتى ما تقولهش يعني مرة بتقوله أنا بالنسبة لك إيه قالها أنت ما طلبتيش أصلا يعني هي محدش فهمها البنت أمها مربيوها لوحدها وهي بريئة في وسط جو غريب ومش فهمة إيه اللي بيحصل فحتى أنا في الأول رجعت السيناريو واعتذرت لطارق وقولت له لا أنا مش هعمل فيلم وعين إيه شالوا حاجات بقى كل شوية وستاذ أحمد يقولهم نضافوا الدور عشان البنت تتحب يعني مش عايز واحدة الناس هتحبها على إيه أنا عايز الناس تحبها هي واردة في وسط مكان كله غلط فالحمد لله يعني عملنا قناعة قويسة وكنت برضو مع الستايلست لاي مسيحة بالخير يعني هويد عبد الحكيم كنت بقول لها أنا ممكن أبان آه بنت بتغني في نايكلاب ومبهرة والمكياج وكله بس ما تفتح ليش في اللبس ما بحبش لبس مفتح فكت على قد مقدر ده مبدأ عندك آه طبعا آه يعني مبدأ عندك طول حياتك الحمد لله يعني يعني جي اليوم ابني كبر وما هواش خجلان مني في أي حاجة أنا عملاها الحمد لله ودي مهمة أوهي يعني أي واحدة بتبتدي حياتها بقول لها بصي قدام لما ولادك يكبره خصوصا الولد أسحابه يدايقه في المدرسة حد يدايقه يعني بتحافظي على طريقك أو صمعتك أكيد بيبقى ماشي وهو مبسوط ورفع رأسه يعني ممكن نسمع حاجة بالبشر؟ هو إحنا فين؟ آه هو إحنا فين؟ هم؟ هفتكر بس ممكن ما تجيش معايا خاصة نعم اللي يجي هو إحنا فين؟ هو إحنا مين؟ هو إحنا لي متحيرين؟ هو الزمان؟ ولا المكان؟ ولا ده إيه؟ مستغربين؟ ترجمة نانسي قنقر مستغربين؟ إحنا أعجبك